في إطار دروسنا لسلسلة قواعد اللغة الإنجليزية سنتحدث في هذا الدرس عن كيفية استخدام N في اللغة الإنجليزية في اللغة الإنجليزية يتم استخدام N في كثير من الحالات وبالتالي لابد لنا من معرفة ما هي هذه الحالات التي من خلالها سنستخدم N كي يكون استخدامنا من ناحية القواعد استخداما سليما أولا في هذا الدرس سنتعرف على استخدام N في ثلاث حالات وهي كالتالي أولا كيف نستخدم N مع الزمن ثانيا كيف نستخدم N مع المكان وثالثا كيف نستخدم N لوصف حالة معينة سنبدأ الآن باستخدام N مع الأشهر على سبيل المثال I will study English in December I will study English in December She will start her new job in May She will start her new job in May I will see you when I come in October I will see you when I come in October في جميع الأمثلة نجد أننا استخدمنا N للإشارة إلى الزمن المحدد وهي الأشهر استخدام N مع السنوات على سبيل المثال I opened my YouTube channel in 2023 I opened my YouTube channel in 2023 I graduated in 2013 I graduated in 2013 The corona pandemic spread in 2020 The corona pandemic spread in 2020 وهنا نجد في جميع الأمثلة أننا استخدمنا N للإشارة إلى الفترة الزمنية المحددة وهي السنوات استخدام N مع فصول السنة الأربعة على سبيل المثال I go to the beach in summer I go to the beach in summer The flowers bloom in spring The flowers bloom in spring It's cold in winter It is cold in winter وهنا نكتشف أننا استخدمنا N للإشارة إلى فصول السنة استخدام N للإشارة إلى وقت معين في إطار اليوم على سبيل المثال I will call you tomorrow in the morning I will call you tomorrow in the morning I watch TV in the evening I watch TV in the evening I take a nap in the afternoon I take a nap in the afternoon وهنا أيضا استخدمنا N للإشارة إلى وقت معين في إطار اليوم الآن ننتقل إلى استخدام N مع المكان وذلك للإشارة إلى مساحة صغيرة مغلقة على سبيل المثال He is sleeping in the bedroom He is sleeping in the bedroom I watch TV in the living room I watch TV in the living room She was waiting in the car She was waiting in the car وبالتالي نجد أننا استخدمنا N للإشارة إلى مناطق صغيرة أو مساحات صغيرة مغلقة استخدام N مع المكان وذلك للإشارة إلى منطقة جغرافية محددة على سبيل المثال He lives in America He lives in America He was born in India He was born in India He wants to study English in the UK He wants to study English in the UK في جميع الأمثلة سنجد أننا استخدمنا N للإشارة إلى مناطق جغرافية محددة وهي أسماء الدول أو المدن وأخيرا استخدام N لوصف حالة معينة على سبيل المثال He talked to me in a very bad way He talked to me in a very bad way I am in a very bad mood today I am in a very bad mood today He lives in misery He lives in misery وفي جميع الأمثلة سنجد أننا أيضا استخدمنا N وذلك لوصف أو للإشارة إلى حالة معينة ن nunca هل سأocoريف سنجد أن أعدو vivo سنجد أن تهل оргانا بعد ذلك أحتف이자 الجز ‌ carr